إن النسب تعاطي المخدرات في مرفق سكة حديد مصر لا تجاوز 2% السؤال اللي أنا بسأله هو طبعا النسب دي جابها من خلال التعامل مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضمن الاجتماعي الأسئلة اللي إحنا لازم نسألها لبعض تفتكر لو كل مسؤول في مصلحة أو مؤسسة حكومية نبدأ بالحكومية قرر أنه يتعاون مع هذا الصندوق يتعاون مع هذا الصندوق بالكشف عن المخدرات لو جات مدينة الإنتاج الإعلامي اللي إحنا بنطلع منها كشف على العملين فيها لو جات وزارة كل الوزارات الكشف على العملين فيها ضد المخدرات هل دي تبقى حملة حقيقية لمحاولة القضاء على المخدرات في مصر ما هو تحليل والتحليل ناتيك تو معروفة هو اللي بيثبت عليه إيجابية العينة بيأخذ مهلة من ثلاثة إلى ستة شكور بيقولوله مش هنمنعك عن الشغل عشان ده أكل العيش مش هنقطعك لكن اه كي دي الوقت فأتمنى أتمنى أن يتعمل فكرة توسيع التحليل المخدرات يعني يتعمل في وزارات يتعمل في هيئات لأن الحملة الداخلية في حد ذاتها مش هتجيب نتيجة منفردة يعني يعني أنا مقدرش طبعا أشكك في رقم رئيس حقيقة سكك حديد مصر إن 2% من العاملين بس بمرفق سكك الحديدية هما لبطعاته المخدرات لأنه ما عنديش معلومة هل الرقم ملي الكبير هو الراجل ده المسؤول وهو قال الكلام لكن أتمنى أن ده يعني يبقى موجود في وزارات وهيئات أخرى يعني بس أهو بداية كويسة أن رئيس هيئة سكك حديد مصر يطلع يقولك الكلام الكويس ده وبينلاقي مسؤولين بيقولوا وبيوجهوا زي مثلا رئيسة هيئة تأمين الصحي اللي في حز الحر سفرت على أسيود وخدت قيادات هيئة تأمين الصحي وطبت على مستشفات تابعة لهايئة تأمين الصحي وشافت فضايح وبلاوي وقالت إزاي المنظومة دي وإزاي هيطبق قانون التأمين الصحي الشامل وإزاي وزارة الصحة بتطلع حملة اللا لفايروسي والكلام ده طيب هو أول حاجة جميلة إن رئيسة الهيئة تركت مكتبها المكيب في القايرة وراحت أسيود في الحر ده شيء بصراحة يستحق التحية لأن نادرة لما لاقي مسؤول عمال يعمل كده بعيدة عن محافظة المنوفية اللي كل يوم قاعد مع الناس على الرصيف وعمال يسبع شكوه لكن ما شفتش أي حل لحد الوقت في محافظة المنوفية أتمنى لاقي حل يعني لكن رئيسة أي تأمين ترجمة نانسي قنقر